وإن كان الآن رام تراجعوا نهائيا عن هذا الموضوع اليوم أيضا كان فيه اجتماع ما بين ميركل وبوتين ميركل وبوتين طبعا ميركل رايتحذر في مؤتمر برلين اللي حدثتكم عليه أمس واللي دعات له تبون من بين اللي دعاوهم يعني تبون طبعا تبون زيادة يعني خضرة فباشها كما يقول المثل الشعبي ولكن ذهبت وينكين القوة الحقيقية ولماذا ذهبت إلى روسيا لأن بوتين الآن عنده قوة في روسيا صحيح أنها قوة غير رسمية لكنها قوة تعرف باسم فاغنر قوة مرتزقة مرتزقة روس عددهم يعتقد أنه في حدود الـ 2000 إلى 2500 في ليبيا طبعا بوتين أنكر اليوم قال بأن هؤلاء الروس لا علاقة لهم بالمصالح الروسية عندهم علاقة بالمصالح البيتنامية إذن في الحقيقة بوتين يستخدمهم وهؤلاء يسمعون لي هذا الأسم منتع المرتزقة تعباقنا هذا كما البلاك واتر تاع الولايات المتحدة شركات أمنية متخصصة تصبح وكان الحروب أصبحت قضية الميليشيات هذه أو الشركات الأمنية هذه اللي يسموها بالمناسبة عندنا عدد كبير جدا من الشركات الأمنية في الجزائر اللي يراهم اليوم مسكين قطاعات كثيرة في البلاد تقريبا كل البلاد كل الأماكن اللي تحرص رغم الحراس متاحة شركات خاصة يرأسوها جنيرالات جنيرالات سابقون أو جنيرالات حاليين وعاطيين واحد فاتح باسم أمو واحد فاتح باسم أختو واحد باسم خالتو واحد من يشعارف شركات واحد باسم سيبو وهذه الشركات تنهب من أموال الجزائرين لما ليس له حدود هل هذه الشركات فيها مصلحة للجزائر مثلاً هاو بوتين عنده فاغنر هذي يقاتلوا في أوكرانيا يقاتلوا في السودان يقاتلوا في وسط إفريقيا يقاتلوا في سوريا بطبيعة الحال وههم الضرك على حدودنا ويستخدمهم كمورقة الضغط كالمفروض أن ميركل ما تروحش عن بوتين تجي عند الجزائر كالمفروض لماذا؟ لأن الجزائر هي اللي عندها ألف كمم حدود والجزائر هي اللي المفروض عندها جيش في أقل شيء خمسمائة ألف مقاتل وأن هذا الخمسمائة ألف يستطيع أن يحسم الأمر ليس خمسمائة ألف خمسين ألف منه لو كان جاء جيش حقيقي يحسم الأمر في ليبيا ويخرجوا كل القوات الأجنبية منها ولماذا إذن تكون هناك جيوش وتصرف عليها ملاير الدولارات ويصرف عليها مالة يعد اليوم خمسة وعشرين بالمئة ميزانية الجزائر تذهب إلى الجيش فالحقيقة تذهب إلى الجنرالات قبل كل شيء لكنهم إحنا الآن هم جايين لنا المرتزقة هاي جايتنا الدول الإمارات تقاتل مع حفتر السيسي يقاتل مع حفتر السعودية تقاتل مع حفتر أردنيين يقاتل مع حفتر ميليشيات تشادية ميليشيات سودانية ميليشيات إفريقية وميليشيات روسية طبعا لا ننسى فرنسا هذو كلهم يقاتلوا مع حفتر وحكومة السراج هاهم الأتراك بعثوا بجنودهم وبقواتهم الخاصة ومخابراتهم وطائراتهم ودباباتهم للدفاع عن الحكومة معرفة الحكومة الشرعية حكومة السراج كل هذه الأمم هذه الشعوب هذه الدول هذه القيوة الاستعمارية أو غير الاستعمارية جاءت إلى حدودنا ونحن في عالم آخر نحن جيش بدل من أن يكون عقيدته هو الدفاع عن الوطن فهموه أن عقيدته ابتداء من 11 يناير 92 أن عقيدته هي محاربة الإرهاب إن جيشاً أقنعوه وأفهموه أن العدو هو في الداخل لن يستطيع أن يحمي البلاد من أعداء الخارج ولذلك قلت من بين أهم الالتزامات على الشعب وعلى الدولة المدنية حينما تقوم بإذن الله أن تغير عقيدة الجيش وتصبح عقيدة الجيش هو الدفاع عن الوطن عن الجغرافيا عن السيادة عن الأرض عن الشعر وليس قتل الشعب حينما تكون هناك مجموعات إذا افترضنا أنها فعلاً إرهابية أو مسلحة أو انفصالية فإن البوليس هذا دور الشرطة ودور شبه الشرطة ليس الدرك ليس الجيش الجيش الذي يقتل شعب لا يستطيع أن يدافع عن شعبه الجيش الذي يوجه فوهات البنادق والمدافع إلى جبال أرضه وإلى أبنائه بغض النظر على هذه الأبناء كانوا على حق ولا على باطل لا يستطيع أن يقاتل في الخارج كالمفروض أن ميركل لا تذهب إلى بوتين للتفاوض معها حول ليبيا إنما تأتي صاغرة إلى الجزائر للتفاوض حول ليبيا أو غيرها لكن الجزائر لا تساوي شيء اليوم بكل أسف وألم أقولها بكل مرارة بكل مرارة أقولها وبكل ألم أسمعوا هذا الأسم مليح تا فاغنر لا قدر الله إذا استمرت هذه العصابات هي لتحكم البلاد فإن هؤلاء تا فاغنر ستجدونهم يوما ما داخل الجزائر يقاتلون في أحرار الجزائر ليس فاغنر فقط ستجدون قوات روسية وقوات صينية وقوات أمريكية وقوات فرنسية إذا لم ينتبهوا جيدا أن الشعوب هي التي تدافع الوطن وأن الدولة المدنية هي مخرج لهم لكي يلتهوا بأمور الجيش وبأمور دفاع عن سيادة الوطن فإن يوما ما نجد كل ميليشيات الأرض نجد كل ميليشيات الأرض موجودة عندنا بكل أسف وألم